طيب فولي جدا نبعت بقى الزائل العميل ونبدأ نشوفها يقول ايه? على بركة الله ايه ده? بنت اقول ايه بس مش عارف مالها الصورة ما كويسة هي مقصوصة حلوة هي قال البقم اتاكل شوية والودن طايرة بس يعني لازم بنت اقول يعني طيب ما ينفعش استيكا لا يا هندسة بنت اقول وعيب عليك والله تبقى مصامم جرافيك ومش عارف تستخدمها اللهي معك حق معك حق على فكرة طيب كده مقدميش غير لان اتعلم بنت اقول الفكرة ان انا ملقيتش ولا شرح على اليوتيوب حتى يساعدني في الموضوع بقيتش عارف اعمري بجد الميت الاحباط دي الغي الشغلانة طيب ولا سيب المجال كله وراي اح دماغي انا مش عارف طيب علشان احنا مقلناش في المقدم اهم حاجة قبل ما نبدأ الدرس عايزك تصلي على النبي بص لو عايز من الخلاصة في موضوع بنت اقول ده تقولي انك بقالك كم سنة او بقالك كم شهر وبرضو البنت قول مش قوية معاك هقولك ان انت ممكن تكون بتروح تجربها شوية وتبعد عنها فترة تجربها شوية وتبعد عنها فترة فالموضوع ده وحش وفي الاخر مش هتستفيد حاجة فالمهم يا سيدي هبدأ اقولك على بعض الخطوات اللي ان شاء الله جايزت كلك كمساعدة كويسة ولكن احنا اتفقنا الاستمرارية بص دي نصيحة الوجه اللي وسامحنا لو بتكلم كتير اي حاجة انت شايف ان هي صعبة عليك وان هي عقدة بالنسبالك اوعى ثم اوعى انك تبعد عنها ابدا الحاجة الصعبة ادخل ولزق فيها بالبلد كده وما تسبهاش غير لما تتعلمها دي نصيحة مع مرور شوية وقت بالاستمرارية هتلاقي الموضوع بقى الثالث جدا طيب يا سيدي ده الموقع اللي هبدأ ادهولك في درس النهاردة هتبدأ تطبق الخطوات اللي هو بيدها لك اول ما بتفتح الموقع بالشكل ده هتلاقيها وبيبدأ يجيبلك وبيقولك اعمل الخطوة يعني يدوس كليك هنا ويبدأ امشي دوس كليك هنا عند النقطة التانية ويبدأ يمشي دوس على التالتة فهيبدأ يديك التدريب اللي بعده هنا بيبدأ يقولك دوس هنا وبعد كده سبت صبعك على شفت ودوس هنا شوف لو انا ما دستش على النقطة بالزبط يعني خلينا ازوم معاك كنترول زد بيرجعني تاني عادي وهبدأ ادوس على النقطة بالزبط هتلاقي ان هو بدأ يعمل لك شريط ازرق كده ده كده بيقولك ان خلاص الخطوة دي صح وهبدأ ادوس هنا اهو اللي بعده اللي بعده اللي بعده طيب هنا هيبدأ يديك نظام الدوائر والدوائر دي من اصحب الحاجات اللي بيقابلها الناس المبتدئين في موضوع البنتول ولكن اكسم بالله فعلينا الموضوع سهل وسهلس وبسيط بس هي كلها حبة صابر بس وانك تبقى صابر يعني انت استخدمها كتير واصبر عليها بس مش اكتر من كده انا حدد دلوقتي مش عارف ان اتعلمت البنتول ازاي والله هي جات لوحدها طيب هبدأ من عند النقطة اللي هو بيقول لي عليها اهو وبابدأ اروح عند النقطة التانية وبسبت صابعي على كليك الشمال وركز معايا بقى لو مشيت نحية اليمين هتلاقي ان الكيرف او الجزء اللي هو على الشمال بيبدأ يزبط معاك اهو بص انا كده بسحب نحية اليمين طب لو سحبت نحية الشمال هيبدأ الكيرف ده يروح الاتجاه العكسي طب لو فوق هيبدأ ينزل لتحت طب لو تحت هيبدأ ينزل لفوق فالموضوع تحس ان هو منعكس بمعنى ايه ان انا خلاص دوست عند النقطة اهو لو مشيت يمين وانا عايز الكيرف يروح الشمال يبقى انا همشي عكسه يمين اهو لحد ما ازبط الخط بالزبط بالشكل ده وهبدأ اسيب كده بص معايا هبدأ ادوس هنا وبعد كده هبدأ ادوس هنا وزي ما قلنا لو عايزين الكيرف يمشي يمين يبقى انا همشي ايدي فين ايدي شمال اهو اهو بص بص اهو ايه يمين تحت شوية طب لو نزلت ايدي تحت بص 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 هتلاقي ان الدنيا سهلة خالص بالشكل ده وبعد كده هبدأ الحم الاخيرة في بعضها فشكر وهكذا هيبدأ ياخذك في حاجة تالتة وربعة وخمسة لحد ما تلاقي ان الموضوع تمام طب في حالة ان انت عايز تعمل لحاجة معينة هتبدأ تدوس له هنا هيبدأ ياخذك على البعد هنا بموضوع العربية وهكذا تمام فخلينا اجرب الموضوع معك عمل يبقى على صورة حقيقية خلينا اصحب معك عالفوتشوب صورة زي دي تمام طبعا هي في صور سهلة ما بنحتاجش ان احنا نستخدم فيها البنتول ولكن البنتول بتكون اضاق جدا لانك انت اللي شايف بعينيك الاخطاء بعكس انك تستخدم ادازة او الماجيك تول او حتى الوبجيك تسليكشن فهي الفكرة ان الحاجات دي ممكن تديك نتيجة انت مش شايفها اصلا وبتبدأ تزوم فبيتشوف المشاكل فالموضوع بيفري قوي في تصميمات المطبوعات لكن في تصميمات السوشيال ميديا احنا ممكن ما نستخدمش البنتول كتير لكن المطبوعات لما بتجي تقرب من التصميم المطبوع للأسف بتشوف كل المشاكل فاهمني؟ طيب يا سيدا انا هنا بتحرك ازاي بابدأ اسبت صبع وباسبت صبع وبابدأ اتحرك بالصور اهو من الجزء اللي بيرقي احني فده بيسهل علي اول خطوات البنتول تمام؟ طيب خلينا هبدأ البنتول معاك من اول الرجل من هنا كده هجيب البنتول اهو وبابدأ اقف عند اول نقطة وبص يا سيدا مش لازم تمشي على الحواف بالزبط انت ممكن تخش جوه عادي اهو تمام؟ وتبدأ اهو خطوة اللي بعدها وهكذا بص زي ما قلنا لو انت عايز الكيرف اللي جوه دي عنهو لو بره وعايز تخليه جوه بنبدأ ايه؟ نمشي العكس صح؟ طيب بمجرد ما سبت كده لو جيت كملت هيحصل مشكلة فانا بعمل كنترول زد النقطة اللي انا وقفت عندها بدوس على قلت واسبت صبع ودوس عنده النقطة دي علشان ابدأ من عنده النقطة اللي انا وقفت اهو اهو بص ممكن تخش جوه عشان تبس ايه تريح دماجك من القصة دي يعني مش لازم تمشي على الحواف لا 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 الكلام ده محدش بيعملو تمام؟ انت عادي كده كده مسموح لك انك تقص حاجات بسيطة كده لجوه علشان الابيض اللي بره بتاع الابيجراوند ده ما يزهرش معاك شوف انا كده بسبت صبع على الاسبيس وبتحرك اهو فالموضوع فيه كمية سلاسة مش طبعية اهو طيب الدوار اللي زي كده اهو بروح مماشي ايدي كده اهو بص وبخلي الموضوع يبقى بكيرفي زي ما قلنا قلت ولازم ادوس عنده النقطة اللي وقفت عندها اهو وببدأ امشي اهو بالشكل لو لو ايدي خرجت بره بعمل كنترول زد عشان ارجع على الخطوة اللي قبلها وببدأ خفيف جدا جدا اهو بص مش دايما بقف عند النقطة طول ما الجزء اللي فوق ده جوه اصلا انا مش هدوس على النقطة انا هكمل عادي اهو طيب في حالة ايه ان انا دوسها على النقطة في حالة ان الجزء اللي هو النقطة اللي فوق يكون خرج لبره طب انا لو ما دوسش على النقطة هو خرج بره لما هاجي كمل بص مش هتعرف تزبطها بص ايه اللي بيحصل فهنا لو الجزء اللي فوق ده خرج مني الفوق اللي بره كده يبقى انا لازم وقف عند النقطة الاخيرة وابدأ ايه اكمل الصورة بدون اي مشكلة اهو طبعا بس ايه هنا ايه الكيرفات خلينا نرجع معاك الخطوة دي الكيرفات هنا انا بعمل ايه انا ببدأ ادوس عند اول الكيرف وبعد كده الكيرف هنا ببدأ الف ايدي اهو بص 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 اهو الت زي ما قلنا اهو وببدأ امشي الكيرف اهو 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 بص بص الموضوع فيه كمية سلاسة مش طبيعية والله جايز اكون قدامك ان انا شغال سريع وجايز تكون انت مش عارف تزبط ايديك ولكن الموضوع مش هيبقى من اول مرة زي ما اتفقنا في اول الفيديو خبطت المايك زي ما اتفقنا في اول الفيديو الموضوع كله استمرارية عامل بالزبط زي مثلا اول مطسوق عربية بتحس ان الموضوع صعب مراي مين ومراي شمال ومراي فوق ومش عارف ايه فاي الفكرة لو صبرت شوية هتلاقي الموضوع الحاجات اللي هي كانت بتخوي لك وعمل لك ازعاجه مش عارف ايه بعد كده هتلاقي دماغك خلاص فهمت الوحدة فهمتني هتلاقي مخ خلاص بعد اي ترجم كل حاجة الوحدة زي اي حاجة صعبة يا سيدي انت تعلمتها فالموضوع بس احب تصبر اهم حاجة انك ما تبعدش خالص عن الحاجة الصعبة وتبقى بالنسبة لك عقدة لانها ممكن تخليك تسيب المجال على فكرة مش بهزر والله تمام يا سيدي هبدأ اهو يعني خليني بس ايه اخد الجزء اللي انا قصيته اللي هو ده اهو مثلا يعني اهو وهبدأ اخفي اللير اللي تحت علشان نبدأ ان نشوف لما بتيجي طبعا تزوم لبيقابلك بقى مشاكل الشراشيب المبكسلة او الحواف المبكسلة ولا بيقابلك اي مشاكل خالص في القص ولا بيظهر معك الحاجات البيضة اللي بتظهر معك احيانا في ولا بيقابلك اي حاجة من الكلام ده هي دي ميزة البنتول وبنستخدمها اكتر في شغل الطباع لان زي ما قلت لك فرق جبيرينك تبقى شايف الدزاين بتاعك على الموبايل عادي وفرق لما تطبع التصميم وتقرب منه فبتبدأ تشوف مشاكل رهيبة فانت لو عايز الافضل في الحالتين اتعلم بنتول ما فيهاش حال تاني عيب عليك والله زي ما قلت لك في اول الفيديو تبقى مصمم جرافك بتعرفي تستخدمها عيب عيب في حقك يا معلم المهم قبل ما سيبك وامش عايز اقولك انا صورت الدرس ده بناء علي انا كنت عملت بوست عندي على فيسبوك وقلت فيه ان انا هاعرض عليكم اكتر من موضوع المهم وكان اولها عقدة البنتول او ازاي اكسب فلوس من مجال الجرافك او ازاي اضمن حقك المصمم جرافك او ازاي اعرف مستوعبي اتطور او لا او ازاي اعرف اخطائي في التصميم طبعا ناس كتيرة جدا ما شاء الله كان فيكم انتاك كتيرة جدا ومعظمها قال واحد ومعظمها قال اتنين وثلاثة واربعة وخمسة فانا قلت علشان نريح نفسينا من القصة دي كلها هنبدأ نصورهم واحد واحد او ممكن ما ينزلوش بالترتيب ولكن ان شاء الله هنصورهم كلهم فادخل دروقات على ديسكريبشن هتلاقي لينك الفيسبوك بتاعه يعملي فولو علشان خاطر بنبدأ نعمل مقترحات وحاجات ان شاء الله رايقة يعني فبس يا سيدي هسيبك مع اعلان الخصم بتاع فونت حمدي الستين في المية وما تنساش انك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وكومنتك التشجيع الرائق اللي بيفرق معايا والاهم من ده كله هو انك ما تنساش تصلى على النبي هسيبك مع درس الخصم وان شاء الله بعدها اشوفك في درس جديد ويالله بينا دلوقتي الاصدار السادس من فونت حمدي بقى متوفر بفضل الله المراضي بمميزات اتعدى الـ 22 جيجا وكمان مع خصم مميز جدا وهو 60% ده غير ان انا كده كده بقدملك الفونت بسعر رمزي فانا عايز اقريك اسعار الفونت في العادي بتبقى بكام وانت هتفهم بنفسك الخصم هيكون لفترة محدودة ومش عايزك تفكر ان فيه خصم هيكون موجود دلوقتي خالص غير الخصم ده وحتى لو حصل بعد فترة طويلة هيكون خصم بسيط قوي في الخصم اللي انا بقدمه لك دلوقتي في حاولة الحق المهم يا سيدي بقى المميز في الموضوع ان انا عملت لك لينك بيهانس تقدر انك تشوف فيه كل حاجة بالتفصيل وكمان محتوى الباكتج اللي هتوصلها كل ده هتقدر تشوفه الصور وحرفية بعد ما تخضي الباكتج اللي موجودة مع الفونت مش هتبقى محتاج اي صور ولا اي ملفات ان شاء الله من اي موقع نهاية بعد كده فبس يا سيدي للتواصل واتساب رقم اللازر قدامك او فيه لينك تحت تقدر تضغط عليها حاولك للواتساب اوتوماتيك وبس كده وبس كده يا سيدي هنا اقدر اقولك ان انا وصلت معك لاخر الدرس ما تنساش بقى انك تشترك في القناة علشان اللي جاي زي ما قلتلك هتكون حاجات قوية جدا جدا وما تنساش كمان انت صلى على النبي في قلبك اشوفك على خير سلام